مرحبا بكم في الساعة الثانية من مدية ماد يرفقنا كلاما قلنا في البداية الحصة المحل العلامي السياسي كمال بن يونس وإبراهيم الوسلاتي كالعادة وضيفنا في الساعة الثانية يجيب أحذانا الدكتور الصحبي بن فرج مرحبا بك دكتور شكرا لطفية على استدلافه وبرك الله فيك دكتور انت اختصاصك القلب اي اشنا هو القلب تونس دعب شوية منا اشنا عكي على الهزب اي نحكي على قلب تونس البلد والوطن البلد والقلب الجمهورية اي تاعب شنوه فما ارتفاع كبير في الضغط فما ارتفاع في الضغط فما تسارع في نبضات القلب فما ارتخاء في العضلات فما برشة حاجات والمشكلة انه حتى الدوية مش موجود كما الدوية لمراض الاخرى لا هو الدوية موجود ادوية موجودة معناها مستوردة ولا ادوية جانيسة محلية لا ادوية محلية عنا ترقة علاج محلية ولكن الغالب احنا ما نمشيوش للوصفات الصحيحة ونقعد يندوروا اللف حول وصفات منا متعطيش نتيجة معناها كما واحد عنده تانسيان واحنا نداوو فيه بالحلبة اي خط المشكلة بتاع الملاد اقتصادي اجتماعي واحنا منشغلين بكل ما هو تفصيل دستوري وقانوني مسئلة هوية رجعنا لها من الجديد رغم اللي هذا لا يمنع ذلك كنت نجم تعمل مسارات مبعضهم وتنجح في هذا وكي تنجح في المسار الاقتصاد والاجتماع هذا يعطيك برافعة ويعاونك على النجاح في المسار السياسي لا ومفروض معناها يكونوا تعاضنا بالدرس متاع العشر سنوات الماضية وقت اللي قلنا راو الرفاه السياسي لأن الديمقراطية هي قمة الرفاه السياسي متجي إلا بتوفير الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لكن متبات الحال كانت الأذان غير مستعدة للإصغاء وقلنا وقتها راو كأنه واحد يبني في زوز الديار على الطاقين ومصر بشي يبدأ بالطاق الثاني وهذا بطبعات الحال درجة من درجات أعبث مشيوا كنا نحكيه في نهاية الساعة الأولى سي سحبي على خلي الدولة عرص صحاح هنا جمي يبدأ بالطاق الثاني لأن الطاق الثاني واللي أسهل ويخلي الطاق لوري يخليه عرص صحاح أعطينا المثل هذا لأنه مفهمش عرص ليش عبث المثل لأنه يبدأ بالطاق الثاني ومعندوش عرص معملش الميدة كان جاءت ثم عرص المشكلة ما يترعش إبراهيب أنا في بني معامل عذكيه هما يحضر ويغيب هزيت فكرتني برة فيه كانت عندنا وزارة سموزارة الثقافة والشباب والترفية نحينها الترفية جيستو ما وعنى الدول الأخرى مشاهد في وزارات السعادة أحنا ولينا نفركسوا على الضروريات ونقولوا ربي معناها يحمي بلادنا خاصة من كل ما هو توتر اجتماعي ونحكم فيها حتى حد قلت كلنا نحكيه على الإضراب بتاع 16 جوان وعطينا التصريح المتوسي عبد الرحمن اللي حقا يقول أن الحكومة هي من تدفع وتشجع على تنفيذ إضراب 16 جوان وقتل يقول الحكومة وقوله أوتوماتيكمون سيد رئيس جمهوري أنا ما معرفش ما هو يقصد سيقولك دائما في الظروف يقصد أنها رفضت كل حاولة التفاوض مقدمت حتى مقترح وهذا خلاف لكل حكومات السابقة اللي كانت كل ما ثم إضراب إلا وتسعى إلى الحوار والتفاوض أنا على أقل وقت كنت في الأغلبية النيابية ووقت في حكومة يوسف الشهد على أقل عشنا زوز إضرابات عامة وإضرابات عامة بها معناها صحيحة وقوية وناجحة وقتها وتذكر الظرف السياسي اللي كان موجود طبعا المفاوضات لم تنقطع ومحاولة معناها إلغاء الأضراب أو تأجيله كانت معناها متواصلة وحتى بعض الأضراب نذكر معناها بعد نهار وبعد نهارين إلتقى يوسف الشهد مع الأمين العام إضرابات عامة وإلقاء حل في بعض الأضراب الثاني معناها خطوط التواصل عمرها من قطعت ما بين حكومة والإضرابات الفرق هنا معناها الفرق أنه في وقت حكومة يوسف الشهد كانت البلاد عندها رواري معناها كنا نتفاوض نزيدك 100 مليار معناها في الكتلة الأجور ولا نزيدك 50 ونزيدك 300 كانت هذه هي التفاصيل أما في اللقل في اللقل بكل ما كانت تعليزه الحكومة الحد الأدنى كان موجود الآن في الظروف هذه الظروف الاقتصادية يكن تحكي عليها الاجتماعية معنا الحكومة معناها غير قادرة أنها تستجيب الآن مش نحن نعذر فيها لكن قاعد نصف الواقع غير قادرة أنها تستجيب أنها تعطي الشهار في وقت معناها أنها تعطي جرايات في وقتها أن تخلص المزاودين أن تخلص قروضها والمالتزامات المالية في الداخل وفي الخارج بالتالي حقيقة الحكومة الحالية ما عندها ما تعطي ريال مو معناها من غير ما نقول مبرات ولكن حقيقة على مستوى الخزينة العامة منتع الدولة ما هيش قادرة على أنها تستجيب لأي طلب من الطلبات لأنها دولة أو تدير دولة على أباب الفلاس هذيك عليش نحن قلنا أي مسار سياسي خمسة عشرين جويلة أو لا غيره ما قبل خمسة عشرين جويلة نفس المشكلة وما بعد خمسة عشرين جويلة نفس المشكلة دولة ما غير الرواري من غير إمكانيات معناها متع خلق الثروة من غير إمكانيات متع خلق النموم من غير إمكانيات الاستجابة لمتطلبات الحارقة والعاجلة والضرورية وحتى الكمالية للشعب رأوا أي مسار سياسي الأفق متاعه رأوا مزدود ما عنده في نيوصل وهذاك عليش وعشرات المرات أنت شخصيا ولا البرنامج متاعك ولا أي إنسان تدخل عندك ولا أنا شخصيا كنا نأكدوا على أنه من الأسبوع الأول ما بعد خمسة عشرين جويلة كان مفروض أنه نولي القضية الاقتصادية الاجتماعية الأهمية القصوى متاحها وهو ما سمعوش كلام له وما سمعوش للأسف معناها المعصر كان فقط مركز على الدستور وعلى السياسة وما أخذيناش الدرس طبعا اللي أخذينا الدرس كما قلت أنت من الموضوع هذا ولأخذينا الدرس من أنه معارك سابقة هي معارك هواوية حول الدين حول اللغة حول العلمانية حول كذا اللي أحنا في منا جاوزناها الآن يبدو أن نعاود نتيحه في نفس المعبوكة إلى درجة أنه هل أنه لم نتعلم أم أنه شيء معناها مرغوب باش نخلق نخلقه معناها أندباع جديد اللي هو إلى هنا على المشاكل الحقيقية وهذا في نهاية الأمر ما عنده في نوصل هو الحقيقة المخاوف ما هيش ناجة فقط على هال يعني القطيعة بين الاتحاد والحكومة وقت اللي نقرأه تدوينة بتاع الشخصيات قانونية مقربة مسايد الرئيس جمهورية ونقصده بالبعض الحال تدوينة سيد رابح الخرايفي واللي صراحة لم يسبق أن قرأنا لها مثيلا في علاقة السلطة بالاتحاد حتى في أحلك الفترات وفي أحلك الصراعات دعوة معناها تقريبا صريحة لإصدار مرسوم رئاسي يتم بمقتضاه حل الاتحاد العام التونسي للشغل السيد رابح الخرايفي ما نتقدر أنه يتكلم من فراغ أكيد أنه مدفوع لهكذا تدوينها إبراهيب ولو هو أكد في أكثر من مناسبة أنه ذاك بمحد إيرادته بصفته هو رجل قانون هو محامي وباحث في القانون للسوري يقول هاو التمشي أنه الاتحاد هو نقابة وبالتالي يقعد في الدور متاعه كنقابة ومعندوش دخل في المسار السياسي ثم نفس الشي هو هو يحكي حتى على نقابة القوضات وجمعية القوضات هو يطالب بحل نقابة القوضات وجمعية القوضات أما فيما يتعلق بالاتحاد لا فماش يتجاه كونه يمشي لحل الاتحاد أما هو يطالب كونه الاتحاد فما يعني دعم مالي يأخذ من الدولة يجب الدولة دقق فقد دعم المالي اللي قاعد يخفاه الاتحاد من قاعد يتمشي وهذا شي طبيعي ثم يقول أنه فما معناتها أعوان موضوعين على ذمته استميواش زاد هذا وكن يجب الدولة تسترجعهم والاتحاد ينتدب إذا كان يحب ينتدب على روحه يعني هذا ولكن هنا ما غفل عنه السيدة ربح الخرايفي أنه الاتحاد كان اللي هو على مر العصور والموقف منتع الاتحاد كان دائما منحاز إلى الوطن شفناه يعني في الحرب التحرير في معارك التحرير ديفيت الاستقلال وضد المستعمر كيفاش كان واقف وكيفاش ملتحم مع الحزب الدستوري بقيادة الحبيب بورقيبة والاتحاد بقيادة فرحة حرشيات وحتى في وقتا ما المرحوم فرحة حرشيات هو الذي تولى قيادة معارك التحرير شفناه في بناء الدولة العصرية وشفنا الموقف منتع الاتحاد في متمرس فاقس خمس وخمسين الاتحاد اللي كان دور حاسم جدا اللي حسم المعركة بين بورقيبة وبين بن صالح وأنه بن يوسف عفوا لأنه بن صالح كان هو اللي تولى فيما بعد يعني أهم الوزارات شفناها أيضا حتى فيما بعد في 2011 حتى إلى غاية 2013 بالتالي الاتحاد دائما عنده الدور السياسي ويبقى دائما الخيمة اللي نلتج قولها عندما يذيقوا الحال وتوا في الوضع الحالي عند رئيس دولة رئيس جمهورية عنده جميع السلطات وعنده يرتكز على القوى الصلبة ويرتكز زاد على قوة أخرى صلبة كالعامي دبراهين بودربال ضيفنا وقالها وهو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لأنه هذا يعتمد عليه بشكل كبير هو الوحيد اللي يصدر في المراسيم والأوامر حتى رئيس الحكومة لا تصدر الأوامر المعارضات مشتتة القوة متعمل في الماش القوة الوحيدة المعارضة إلى رئيس الجمهورية لسور كونتر بوفار تول موجود هو الاتحاد العام تنسي للشغل إذا كان نزيد هالكونتر بوفار هذا نزيده وإحنا نحاوله باش نضعفوه وندقدقوه لقدر له يخيبة المسعى إي لكن وقت اللي نشوفه المناخ العام اليوم في تونس هي الاتحاد اليوم يضرح كأكبر قوة خلينا نقوله مواجهة لمشروع الرئيس أرقاه زادة الأضرابة اللي دخلوا فيها السادة الأقضاء وهذا اللي ربما زاد عطاه شحنة لبقية الأطراف وخاصة الجبهات التي منفكت تتشكل أما لمعارضة يعني مصار 25 جويل ككل أو لمعارضة مصار 22 سبتمبر يعني هل أبدع رئيس الدولة في خلق حالة من التسحر حوله مقابل توحيد تقريبا كل الخصوم والأطياف السياسية والجمعياتية فيما شهد يكيد يكون غير مسبوق من حيث التوازنات لأنه كنا نتوقع في الأشهر الماضي أن ننتظر في الموقف النهائي للاتحاد وعلى ضو هذا كانت ستحدد ميزان الصراع لو أن الاتحاد استففوا مع رئيس الجمهورية سيأخذ الصراع شكل لو أن الاتحاد استففوا مع معارضي رئيس الجمهورية سيأخذ بطبيعة الحال شكل آخر اليوم الصيغة والمخرج متاع الحالة الثالثة هو بيدو يكيد يكون تقريبا في باب المعدوم الصراع يبدو غير متكافل لكن رئيس الدولة ما زال يتمتع بدعم القوة الصلبة ما زال يتقبنى بجماهيرية محترمة ومحترمة جدا على الأقل استنادا لعمليات الصبر الأراء هل نحن نسير نحو مواجهة كأنها باتت محتومة المواجهة معناها منتظرة حقيقة معناها ما كانت عندي حتى شك أنه سيأتي يوم لأنه نعرف الفكرة متاع السيد الرئيس وطريقة تسير الأمور أنه معناها يحب يعمل كل شيء وحده رافض فكرة الشراكة ويجعل الحوار متروح عليه من 30 نوفمبر 2020 ومهما كان شكل الحوار كان دائما يسوف ويؤجل ويقبل ثم يرفض كان في نهاية الأمر واضح أنه مصر أنه يذهب في الطريقة متاعه وحده والاتحاد العنطنس الشغل أيضا كان واضح أنه لن يقبل بهذا التهميش وبهذا السير المفرد خاصة أنه عنده مسؤولية تاريخية منذ الاستقلال بناء الدولة الوطنية ثم حتى في المعارك السياسية الكبرى التذكير فقط كل القوى كل السلط أو كل الحكومات أو كل القوى السياسية التي في لحظة من اللحظات وصلت إلى حالة صيدان مع الاتحاد العنطنس شغل مهما كان الظروف أرجع من أهل التاريخ من الاتحاد من 26 جنفي وقت برقيبة الوقت تمزال يحبيب عشور وقت كل الأزامات الكبرى حتى نذكر أنا وقت كما قلتك وقتها يوسف الشاد عملنا ضرباته في اللخ بكل اصطرت الحكومة إلى التراجع لأنها غير قادرة أنها تواجه منظمة كما الاتحاد العنطنس شغل وكل من استدم بالاتحاد إلا في نهاية الأمر توطر يخسر هذه المواجهة خاصة لما يلعب الاتحاد يلعب في التيرام يلعب في حونته يلعب قدام الجمهور ويلعب في الميدان 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 الاجتماعي تنجم تلوم عليه في السياسة تنجم تقول هو القوة مش الكبرى هو القوة الوحيدة اللي قادرة أنها تجمع وتروح البيكبونج لما بين الرئاسة والاتحاد هو في ضاء معناها سيتوء وقاعد يدور في المجال الاجتماعي والاقتصادي ولكن أيضا وراءه خلفية سياسية الخلفية السياسية هي المسار السياسي شكل الحوار الدستور ما يقع من تأثيث معناها للمشهد السياسي الآن يبدو أنه الخلفية السياسية ولكن الواقع الميدان الذي يتم فيه العمل هو الميدان الاقتصادي الاجتماعي في نهاية الأمر لو تصديقا لكلمك لو نراجعوا المشهد السياسي والحزبي حول الرئيس في 25 جوليا ونقارنوه بالوضع الآن الراوء اللي معناها الكتلة التي كانت على الأقل الحزبية والسياسية ومنظمتها الجاء اللي كانت حول الرئيس الآن تتقلص تتقلص إلى درجة منها مخيفة وأيضا نحب ونقلوا الدعاوي هذا ما متاع الاقتطاع ومتاع الفلوس ومتاع كذا كنت نجم نفهمهم وقابلين للنقاش ومنطقيين لو أنهم لم يطرحوا في بشكل في ظرف صراع سياسي معناها لو الاتحاد غدوة يشارك في الحوار ما عاش نحكيه على اقتطاع وما عاش نحكيه على تأجيل وما عاش نحكيه نحكيه على أموال تحطيها الدولة ويجبوا نجم ندقوا فيه ولكن عليش القضايا المهمة لي كما هك ما نطرحوها الا في الخلاف السياسي إلا كان يجي معنا الاتحاد ولا يمعش مما اقتطاع ولا يمور بأمور مريقل كذا يظل ماذا بينا نبعد القضايا الرئيسية متاعنا ما نحطوهمش فردش كارع مع الخلاف السياسي نخرج من المسألة هذه وندخلوا مسألة الحوار الوطني سيد السادق بالعيد متحير عليكم الأطباء قال الأطباء طلبوا أنهم يكونوا حاضرين في هذا الحوار ما الذي جعل الأطباء يستيقفون فجأة ويطالبوا بحقهم في الحضور والحال أنهم تقريبا من سنوات وهم تقريبا يعني مستقلين من الشأن السياسي شفناهم حاضروا بقوة في مكافحة وباء الكوفيد لكن لم نسمع لهم صوتا في مختلف المحطات التي تعديت بها البلاد ما نعرف ما هي الصيغة التي تكون الأطباء التي طلبوا أنهم يكونوا في الحوار ما نعرف مجلس العمادة ونقابات الأطباء وعن على الأقل 4-5 نقابات الأطباء ودير المفروض تصور نقابات الأطباء لأنهم منظوية تحت تنسي لشغل لا نقابات الأطباء الخاصة لا نقابات الأطباء لا ممكن بصفتي مش شخصية ممكن تكلم لكن فما هيئة مثل الأطباء أنا نستغرب أنه مثلا عماد الأطباء لما يتم دعوتها كما تدعي عماد المحامين مفروض أنه عماد الأطباء تعيت لها هذا ليس جديد شفنا كومش في الحوار 2014 ومش كيف الأطباء بصفة عامة جنرال معناها قليلي التدخل في الشأن العام وهذا من النقائص الكبرى في شغلنا دائما الأطباء لهين بالمرضم تدخل بقدمتهم معناها ما همش عندهم رغم اللي عندهم يقول في الشأن العام كان هم الأطباء في تونس بقار والتوى يرزحون تحت لعنة بين الظفرين 87 عندما تم اعتماد الأطباء لإقالة بورجيبة وتنصيب بن علي من وقتها تقريبا تحييد لطباء على المشاركة من شأن السجم من عرش أنتم مجهوب يعني كنتوا حاسمين في لحظة ما نحكيه على 87 وقالوا رأون قيله بطبي لا تتصور طبيب بطبي لا تتصور لا تتصور لا تتصور لا تتصور لا تتصور على كل حال هم الأطباء لم يشاركوا حقيقة في الحياة العامة إلا بسفات شخصية ويتم انتقائهم وحتى بعد الثورة ما شفناش الكثير من الأطباء رغم اللي فهم الدكتور مصف مزوغي ولا رئيس ودكتور مصف بن جعف الرئيس مجلس نو وبعض الوزراء ولكن عادة نشوف عدد المحامين والقضاء مثلا في المجلس النياب اللي أنا كنت فيه ما بين 2014 و2019 عدد القضاء والمحامين معناها كان بالعشرات بينما الأطباء والصياد لكتلمهم كل في كل تقل 13 أو 14 حقيقة قليل لمشاركة هدايا طبعا موش باي لكن مثلا نشوفه احنا في فرنسا المجلس النيابية في فرنسا رأي تغلي بالطباء يعني العكس الأطباء ورجال العلم عادة ما يساهمون في الحياة السياسية ويعطي وعندهم يقول وعندهم من عندهم التكوين متاحهم المهني والعلمي يخليهم عندهم نظرة وزيبة أخرى من النظر نخرج بفاصل لشهالي ثم نستقبل في النصف الساعة الثانية من ميديمات ميديمات الزيتونة تنكين مؤسسة تمويل المشاريع الصغرى بآليات المالية الإسلامية تقف مع أصحاب المشاريع الصغرى وتوفر لهم فرص تمويل مشاريعهم بالسلعة وتجهيزات اللازمة لتحسين انتاجيتهم وتزيد تحط على ذمتكم أكثر من 500 فورنيسور يمتعوهم التخفيضات في الأسعار مع أحسن المزيد المعلومات يتصلوا على 70-24-88-48 الزيتونة تمكين شركاء في النجاح ميديمات ميديمات كل يوم من الثنين للجمعة من نص نهار الماضي ساعتين مع إيمان المداحي لطفي العماري وإبراهيم الوسلاتي على راديو ماد ميديمات الخبر الصحيح والكلمة حرة مرحبا بكم في ميديمات نذكر سيدة مستمعين ما زالوك يتحققوا بين المذيوف اليوم مستاذ كمال بن يونس برايم الوسلاتي والدكتور السحبي بن فرج النشط الحصة لطفي العماري في تعويض استثنائي لزميلتي إيمان المداحي لماذا حكينا على طبائر الملاحظة الملاحظة هامة جدا لأنه إذا لم يتحققوا عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بطبيعة الحال يتحققوا عن الشأن الصحي بلاد عرفت تدهور كبير على مستوى المرفق الصحي ثم جاءت سنتين متاع الكوفيد وعشنا فيهم ما عشنا أنا اليوم الصباح نقرأ في افتتاحية متاع مجلة ماريان الفرنسوية الافتتاحية تحكي على أزمة القطاع الصحي والقطاع التربوي في فرنسا يترحل موضوع ذا في افتتاحية غادات أو عشية انتخابات تشريعية وكيفاش معناها الحملات الانتخابية ما تعرضتش بالشكل الكافي لما يعيشوا قطاع الصحة والتربية في فرنسا من تدهور على جميع المستويات الشي يحول فرنسا إلى تقريبا بلد متخلف مقارنة بألمانيا والدول الأسكوندينافية وحنا في تونس مفروض انتم أول المكتوين بتدهور المرفق الصحي على المستوى المادي مستوى التجهيزات العنف اللي قاعدين يتعارضون للطباء هجرة للطباء التكوين للطباء مفروض معناها تكونوا موجودين من البداية في اللاجئة الاقتصادية والاجتماعية ويكون صوتكم عالي وصوت مسموع وعندكم اقتراحات وتضربوا على الطاولة باش ما نقولش تضربوا بالبون يعني صراحة وكأنه الطبيب يعيش في حالة من الرفاه تخليه يما يشتغل في القطاع الخاص أو يهاجر إلى أوروبا أو إلى دول الخليج وهي القلة القليلة صراحة ونديمة أرفع القبع لكل طبيب ما زال يشتغل في القطاع العمومي وخاصة في داخل الجمهورية هادي مشكلة مع العمادة احنا المفروض لحنا عمادة الطباء المفروض رياد تضرب البون على انها تشارك في القطاع الحال اختنى طوام الطباء بسفتهم شخصية هاكوا صباحة ساعة يمشي نايب ساعة واحد يشارك في تلافز في البلاتوات ولكن دائما هذا ما يعوضش الهيكل الرسمي الممثلي هو هي محترم جدا عيادة الأطباء للأسف الشديد مسألة المشاركة في الحياة العام هذه غير مطروحة وخليني رايد في القطاع وما تقلقني انا اشوف نحكي لك على القطاع الصحي العام العمومي في تونس لي بالحق معنا الناس كما قلت انت مجاهدين في وسط القطاع داك والمواطن اللي يمشي داوي هو زادة مواطن مجاهد خاطر زادة نشوف الطبيب اللي قاعد يتعب ولا الفرر مني ولكن ايضا انا اكد لك خيوط انا سمعت كلام والله ما صدقته يعني العملية يجيب المريض معاه يجيب معاه العملية العملية معاناها كمبريس خيوط عملية الانستيزي بعض الانتيبيوتيك يشريهم على كيستو لانه السبيطار ما فيه تصور انتي المريض ما عندوش كيفيش نعملولو نخرج ونطلب ونعملو نعطيهم منا بالحق الوضع الصحي في مستشفياتنا وضع مزري ومعاش نستغرب على من هجرة الاطبائن حقيقة اطبائنا الشابان وانا عندي زوز طبا ولادي كل يوم نسمع في غرايب على قاعد صير في اسبيطارات وقاعد نسمع في اعداد ماهولة متاع الطباء وانا نفسي هوليدي الزوز معناها التفكير في الهجرة معادش معادش حلم ولا برنامج يتسطر والكندا حالة والامريكا حالة وفرنسا حالة والانجليتير حالة والخريج حالة ونحن لدرجة انو خايفين غدوة احنا عنش كون بش نداوي بالتالي مش لكبير ياسر لكن انا نتصور انو في الدستور معناها في الدستور وفي نقاش الدستور معناها مش نعملو نقاش قطاعي معناها على القطاع الصحة وقطاع التالي لا نحكو على اللجنة الاقتصادية اجتماعية ما ليش نحكو على اللجنة الاخرى متاع كتابة الدستور مؤتمعت وتمتح الانحراف بها نحو انها تكتعطي نظرة اقتصادية واجتماعية للدستور كلا حدش معناها في نان المو درنا درنا ونحك نكتبو في ناس دستوري لا فهم مع الاتحاد غاب ولا تنقاشات معناها نظرية لوضع تصورات لك القطاعات هذيك ولك الناس هذوكم بش تحطوهم في الدستور اما الحوار الاقتصادي الاجتماعي اللي كنا نطالبو به من شق سياسي حول الدستور طويتلاو به رجال السياسة والحوار الاقتصادي الاجتماعي اللي هو نحكيه على الصحة والتعليم والنقل والالتثمار والفلاحة هذا كله ما صارش هذا كله ما صارش هذيك عليش نتصور انه الناس قاطعت هذا الحوار لانه حقيقة افرغة من المحتوى واصبح انا نكس متاع الحوار السياسي اللي بيش وصلنا لكتاب الدستور اللي هو نفسه استشار وهذا ربما باش حبيت نسهل هنا اليوم نحكيه على دعوة الحوض ديرين في الجلسة الاولى متاع الحوار الوطني لعداد تصورات الخطة اصلاحية لتونس هي تمتد الـ 25 لكن فيها افاق حتى من عام 2030 في حين انه اتفاقاتنا مع السنديق الدولية الفمية وبانك مونديال نوتامون هي اللي تشترط علينا في الخطة الاصلاحية الواجب اتباحها يعني بصراحة انه خلينا نكونوا شوية جديين بين انه المغزاوي ونجيب تزيري والجماعة قاعدين يحضروا في تونس 2040 وبين املايات صندوق النقد الدولي يقول لك هاي تونس كيفاش ينزمها تيمشي في العاشرة سينس جاية ثمش ما تسلكوا اموركم وتخلصوا ديونكم اشكونوا نصدقوا معنا لجنة السيد عميد بودربالا اللي قاعدة تخمم على تونس عام 40 وإلا ما هو مملع علينا من خارج الحدود كمال نحن طبع عندها دوران في الحلق سارك لأنه بالنسبة للدراسات الاستراتيجية في تونس سواء في الجامعة أو في مراكز دراسات الاستراتيجية الموجودة كمستقلة أو المركز دراسات الاستراتيجية بتاع رئيسة الجمهورية تحضرت استراتيجية تونس 2030 و2050 وبمشاركة مئات الخبراء الحقيقيين يعني والبونك المركزي من أحسن المؤسسات اللي فيها معناها ديبرتمند مهتمة جدا كثير من الوزارات عندها إدارة عامة للدراسات منهم وزارة الفلاحة ووزارات الاقتصادية والتربوية القضية ليس قضية الدراسات فضلا أن كما ذكرت بعض اللي قاعدين يشاركوا في كستي متاع ضرر ريافة أكثرهم ربما أطراف سياسية مناظلين أو أشخاص عندهم تموحات سياسية وأكثرهم الكببي والكبسي لأسف ليس هذا المطلوب رد بي كريل بارح مساكن طاحت الترج ليس هذا المطلوب تونس ليس هذا الذي نقصتها تونس لديها كفاءات كبيرة راقدة مهمشة أكثر من عشر سنين من قبل الظهرة تهميش الكفاءات موجودة لكن نستفعل منذ سنوات أعتقد أن اللي قاعد واقع تور رومبليساش في مرحلة لنس التحديات الحقيقية نأخذ مثال الصحة من التسعينات وبعد 2000 حضرنا في مؤتمرات كبيرة بتاع سياحة في جربا وجرزيس ونسبة وكالات الأسفار يقول أن نجلب طيارة ساكتوال الجربا وجرزيس والسوسا نمش للمناطق السياحية الفخبان راستوران ساكتوال بتي ديج عندكم روعة في كل شي روعة لكن يتكسر واحد ولا تيح واحد في البحر ولا يغرق نلقو السبطار متع جربا والسبطارات متع أصفاقس وحتى المستطارات التي كانت متطورة كما سهلول ومستير كثير يارض فضلا على المستشفيات في المناطق تبرقا وإندراهم والشمال الغربي فاليوم التربية والتعليم كان في وضعية وليوم في وضعية أخرى هذه إما ثم استقرار الحكومي نحن من 2003 وقع إبعاد لبولي تكنيسيان من المناصب الحساسة في الدولة وكثرت العركة داخل العائلة المالكة والعائلات المالكة واللوبيات إلى آخر يوم في حكم بن علي بعد استفحلت الأمور في 11 سنة ثم بعض الوزرات دخلوا لهم 10 وزراء و 15 نفزير ما ثمش استقرار ما ثمش استقرار ما ثمش ترانسبارنس والأشياء هذه اللي قادة تقع متاع رد سد الرماد في العيون رمي الرماد ذر رماد في العيون والوضع بالنسبة للاتحاد الأوروبي واللي هو شريكنا بالنسبة 98% وشركائنا العالميين اللي كانوا يعطوننا في قروض بـ 1% أنا حدث فيها حدث المسؤول ونجم معناها قال له جاء روح المجلس الظهراء قال خذيت قرض 1.5 نقطة 1.5 قال له لا لماذا نقول 1.5 1.5 يعني يعني 5 عبارة أسلاف نحن اليوم في حاجات كلاسية 22% ونحن ونحن 22% ونحن ونحن تسلل في وضعاتنا ودفوس ونحن تونس ونحن تقترض عن طريق لزينغ تقريب ونحن حسنا ونحن 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 في شم الشيشي وصدقاني من برلمان لأنه مثلا دولة تعطيك فلوس ومعندكش هيئة باشتراقب الدولة واشتظمن لها أنا باشترجع فلوسها فإذا باشتتلهوا بالملفات الحقيقية أوكي أما هذي الدردشات اللي قاعد نشوف فيها مع من هنا وهناك ثم انت حتى احتراما للناس اللي استدعيتهم القرطاش قلت لنفيدكم تلاثيام تعطوني إجابة والسبت الجاي باش نتقابله فإذا بيك قبل ما يوفو تلاثيام بديت تعطي في ملامح دستور وهو وعطى تصورات وشخص داخل تصورات فالحقيقة البروسوسوس ما هوش بروسوسوس ثم اليوم كيف تتلقل يقول لك في مؤسسات الدولة معاش هذا مخاتب بعد ما تنحاتنا هذه عكاشة متعين شخص مخاتب لمدير ديوان الرئاسي كان يكلموه وزراء خارجية في العالم يكلموه رؤساء حكومات يقولون نحب نكلم رئيس الجمهورية متاعكم ويتفقوا على المضمون وثمه خدمة مخيفين متسريبات تقرى لذلك في 24 جنفير مفروض بهذا 24 جنفير يتعين شخص آخر أردوناتر واحد آخر تجب تعمل واحد إداري لكن يقولوا معاش عدنا مخاتب ثمه عشرة ولا خلستاش مستشار ما عشرت لبقصري هز سيد رئيس الاتحاد العام تونسي للشغل حكا الحق الحق ولا جديا شفت البرح بلاغ من الاتحاد جهوي للشغل في جيبس قالك الولي هذي اللي عايتون هون عندنا تحفظات عليه وملاحظات عليه وربما تتعاقب هذي في بقية الجهات ماذا نأخذ رأيكم في مسألة تعيين الوليات ثم أزمة عامة القضية إذن ليس قضية لا دستور جديد ولا دراسة جديدة دراسات موجودة والجمعيين امتها لتباركالها موجودين إما يقع قاعدة مغلقة في الكواليس كما قالت أوساط عديدة من بينهم لجلة البندقية وهذا قلناها سابقا هنا في راديو ميد أنو تقع اتفاق آية وقتاش نهو من انتخابات برلمانية جديدة وهذا اتقال من ووت من جوية من بعد 16 جوية انتخابات برلمانية جديدة في ظرف شهرين ثلاثة والبرلمان الجديد هو اللي يناقش مشاريع تعديل الدستور والسيد الرئيسي اللي جمعتي هي اقتراح أما ما كنتش اللي بشيقع كان وقعت 15 جوية أرابش تكون وقتي وظرفي وأي تغيير سياسي العتالي هو اليوم انحبوش زاد احنا نقول وهو يلزم يتقال لأنه هذي كافي اعتقادي متواضح هي الحق انه الرئيس الدولة اكرها على عقد هذا الحوار وبالتالي وجدنا انفسنا في حوار سوري من جهات خارجية طلبوا حد ادنى من التشاركية حتى يمكن معناها بعد الدخول في المفاوضات المالية بالخصوص ومن هنا شوف انت معناها رئيس الدولة حتى يوم بداية الحوار كان مفروض لو كان عنده الحد الأدنى من الحماس انه يشرف حتى على افتتاحه كلمة بدرجين من الزمان انه اشكركم انكم جيتوا وفقكم الله ويرجع روحوا لقصره حسينا له معنى معمول سوريا فقط اللي حاشته به الرئيس هو اعادة كتابة الدستور وعيدات كتاب الدستور من طرف السيد صادق بالعيد دراء سن معناها بعد خلاله هو يستعين ما يستعينش مسال في اعتقادي هامشي هذا احنا ربما ما منحبوش نصدقوه مسألة ثانية انه برنامج سيدة هالك مسألة ثانية موهد صحنا نتفق ونوصفوا الامور كما ايام بعد نشوفوها معقولة ولا غير معقول مسألة ثانية انه رئيس دولة انطلقة منذ مدة فيه تطبيق مشروعه الشخصي وهنا يجي تعين الولات انتي تخلي يجبس سبعة ولا ثمانية شهر بلا شوالي وغيرها من الولايات ما نجي نعمل الولات الا وقت ليقرب الموعد بتاع 25 جويلية باش هكاكة نكون تقريبا عندي معناها الحد الأدنى من السيطرة على الوضع خاصة في الدواخل حتى ربما اوفر واوامن النتيجة المنتظرة نهار 25 واضح حتى اختيار الولات كلهم من جماعت ومناصرات السيد الرئيس الناس اللي يشتغلوا معاها في الانتخابات اشتغلوا معاها في الحاملة التفسيرية يعني وكأنك يا ابو زيد ما غزيت خلنا نعتقد انه 25 جويلية سينهي مدعب رحالة التعيين بالولاءات وبالانتماءات هانا تقريبا في نفس الحكاية ماي افكسا قولك زيد اخوي رئيس الدولة من حقه باش يعاين الرجالات انتاعوا ايه بنجي مش رئيس الدولة شد البلاد وعمل 25 جويلية باش من بعد يجيب والي ينتمي للنهضة ولا ينتمي ما عارفناش اقبل الوالي ماشي يتحالف الوراق بتاع الباك لا لا سمحني ولكن فما شوف فما شرط اساسي فما شرط اساسي خلي كمل الجملة كيفاش السيد والي بن عروس البارح بصوره بوفد هما يتحالوا الوراق بتاع الباك ايه هو عنده الباك ولا لا 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 تكيرك على التأس بصورة والله يفكرني في واحد مرة تخلي يخده في معمل انتاع وجيد عتل موثيق كل اللي عارف اقبل ما يحطوا في الوجيد يجربوا يخدوا ايش على الولاق بتاعوا في الوجيد للولا ربما ما يثبت سيعة من حق السيد الرئيس الجمهورية كونه باش يعاين جمعتوا على رأس الولايات ولكن ايضا فما شرط اساسي وضروري هو الخبرة الخبرة بدون خبرة ما تنجمش ايه كي بيجيبهم خبرة دونك بيجيب ولاد الدولة العميقة اللي ينجم ويضربوه ليه مش مضرورة عليها ولاد الدولة العميقة عليها عندك انت مدرسة وطنية للإدارة عندك ناس موجودين في الإدارات موجودين توا يخدموا ما مش بكلهم يخدم الارواهم عندك مديرين عامين تلقاهم في مختلف الوزارات عندك مديرين جيوين برطبة مديرين عامين في مختلف الوزارات والقطاعات القام موجودين هذا مش بالضرورة كونهما أبناء الدولة العميقة يخدموا الإدارة احنا قلنا في وقت ما انه رأوت نجم تقترأ انت سيد رئيس الجمهوري مش عين حكومة رئيس الحكومة العظام تاها الكل بي نجم يجي كل يجي للسيدة رئيس الحكومة وللوزراء المعامين وكله انت عندك معاته ولا لا إطارات سامية في الدولة برطبة مديرين عامين اقترح عليه ثلاثة أسماء من كل القطاع يتم السيدة رئيس الجمهوري النجم يبحث فيهم ماليا ان كانوا من الدولة العميقة ولا ان كانوا ناس يعني مستقيمين والنجم يعين منهم النجم يكون مثلا نجي جديكم سامة في جندوبة اللي هي منطقة فلاحية ولو حدودية ولو أمنية النجم يختار لها مدير عام اللي تتوفر فيه الشروط إذا كان فلاحة النجم يكون من وزارة فلاحة إلى غير ذلك ثم بربينا نحب أن نعرش في نفس السياق على موضوع آخر على موضوع آخر لا يقل أهمية تماما السيدة نتشاتة وقعدة تصول وجول بعد ما التقات هذه المقيمة العامة كل المقيمة العامة قائمة بالعبارة السفارة الأمريكية يعني هي التقات السيد وزير الشؤون الخارجية ثم مشيت التقات الأمين العامة التي حدا عم تنسي للشغل ثم التقات أيضا السيد نجيب الشابي ويبدو أنها قاعدة تقوم بدور الوساطة لأننا نذكروا التصريح متاع السيد نوردين يقول لجماعة هذون اللي بش يحبوا يصال يخلصوا لبلاد أنا منيشني معترف بيهم لهنا قاعدة تلاب في دور فمني ونذكر أيضا أنه بأول مرة ما لها وساطة بين شكون وشكون سيبراهيم المصالحة ما بين تحب تقرب وجهات النظر ما بين هذه جبهة الخلاصة هذه وما بين الاتحاد العام تنسي للشغل يعني شفنا الاتحاد لمن العام استقبل أربعة ومناعمين متاع أحزاب أربعة ولا خمسة لأنه معهم خمس خمسة ومناعمين متاع الأحزاب اللي حمل همامي ومين عام الطيار ومين عام كذا أي لكنه ذيك يتقاطع معه الاتحاد جبهة ذي كفير ومعناها قطيع مع النهضة فما تسريحات سواء من قيادة النهضة وإلا من المنتمين لجبهة الخلاصة هذه يقولوا نحن ننتظر أنه الاتحاد بشيقود الجبهة ذي يبدو لي قاعدة تقوم بالدورة ذا في غياب ونذكر أنه سيده لأول مرة يبدو لي تصير في العلاقات الدبلوماسية سيكمال الكيد عنده درايب هذا وانت لطفي حتى الدكتور ساحبي منفرج أنه وزير الخارجي متاعنا يتنقل بشهز دعوة رئاسية إلى الوزير الأول الياباني يتم استقباله من طرفه وكاتب الدولة الخارجية يفترض اللي نعفه أنا اللي نعفه كون الوزير الخارجي لما يتنقل أي وزير خارجي يتم استقباله أولا من طرف نظيره ويتم استقباله أيضا من طرف رئيس الدولة والوزير رئيس الوزرعة في غياب رئيس دولة لأن اليابان عند همبراطور لو يتم استقباله من طرف رئيس الوزرعة يعني هو بش يهز الجواب يقوله بجاه رب بيوصلوا زيلوا لتاعك نجم يكون بها لهنا السفير فقط ثم فما حاجة أخرى أنه كان عنا اتفاق مع دولة قطر على أساس فما أمنيين توانسة مش يكونوا ساهموا في تأمين كأس العالم تم الاستغناء عليهم السبب كونوا برود في العلاقات التونسية القطرية مع الأسف في حين أنه النجزة تركيا وقالت أنا سأتولى أتكفل بالأمور الأمنية وتولي هي تركيا بطبيعة الحال مش تجيب الأمنين بتاعك لنجيب الأمنين من جهات المقربة لك زوز ملاحظات صحيح ومفروض كما أنت تفهمك في البروتوكول أنه وزير خارجي تم استقباله من رئيس الحكومة اليابانية هي كأنه هو ماشي بشي استدعاء الإشراف على القمة التونسية الفريقية اليابانية لكن في مسألة قطر جاء أفضل أنه قطر ما تهزلناش الأمنين متاعنا لأنه كتهزهم غادي ما نجموش نتخيلوا كيفاش ينجموا ويرجعوا غدوة التونس أمن تونس يخدم تحت الدرابو التونسي ثم بعثات أممية ينجم يمشي فيها أمادي بشي يمشي يخدم تحت الدرابو واخر ودولة نعرف حجم التآمر واللي من زال تتوى تمارس فيها عبر قناة المتاح الموجودة في تونس صراحة أنا ما نستثيقهاش نبعث لها أمنين يبقى وثمانية ولا عشر شهر ومعد يرجعوني هنا لتونس في دولة اليوم تقف على رمال متحركة صراحة حسنا فعلت عندما قطعت هذا العقد نرجع لك دكتور اليوم قلنا أنه رئيس الدولة قاعد يتبق في البرجان سوان بتعيين الولاد سوان بالدستور الجديد بإقرار حالة من أمر الواقع 25 جولي اليوم تقريبا اجمع عليه بما في ذلك المعارضي اللي قال لك أحنا باش نصطفوا معناها وندعوا إلى التصويت بلا وفما حتى اللي قال لك أحنا مقاطعين حركتنا هذا لن نشارك لا في الاستفتاء ولا في أنت انتخابات الفين واثنين وعشرين سبعتاش الانسداد منتهى الانسداد فما الإمكانية هذه اللي كان يحكي عليها طوبرهين تعلتقات حالة عن تنسي الشغل وقيادته لهالجبهة اللي قاعدة تتشكل وتقوى يوم بعد يوم شوف هي هو بصفة عامة الاتحاد لا أتوقع أنه سيصطف في جبهة فيها حركة نافة لأسباب معناها إديولوجية وتنظيمية داخلية وصعب ياسر وانتي بديك قلت حاجة معناها الرئيس يتمتع بدعم القوى الصلبة وشعبية معناها ما زالت قوية ولكن أيضا بمعناها الصورة السلبية لعشرية لعشرية ما قبل 25 جويل معناها الناس كل اللي كان يعديوا أشياء سيئة ولا أشياء غير إيجابية تحت عنوان أنه هكا رتحنا من العشرية السابقة ورتحنا من حركة النهض ورتحنا من الإسلام السياسي ورتحنا من الأحزان ورتحنا من الأحزان حتى الاتحاد العام التونسي الصورة مهيش ناصعة جدا عند عموم الناس وفي المخيال الشعبي التوانسة جوزة كبيرة منهم ما نساوش لضربات متع التعليم وما نساوش لضربات المفاقشة متع النقل وما نساوش متع المحروقات وبالتالي اليوم رأي الجباء هذه بما فيها الاتحاد ما عندهيش مقبولية كبيرة ياسر عند عامة الناس أحنا ربما كانوا خب قاعدين الرعو فيما يراشوا المواطن العادي وندافوا على دور الاتحاد لأنه حرصنا مش على الطبيب وجماعته وإنما على الاتحاد كمؤسسة تساهم اليوم في التوازن هذا أمام هذا حالة لموجد فيها الأحزاب ككل ما هداك عليش نقول لك سياسيا الاتحاد من الصعب جدا أنه يكون ينخرط في حاجة اسمه جبت الخلاص وذلك عليش دائما ينقى بنفسه ويذكر أنه ضد ما قبل 24 وضد الاستفراد بالرأي من قبل رئيس الجمهورية بالشيخ وياخو كتريق الثالث اللي يحكي عليه ولكن كنشوف المشهد الكل من 25 جولي إلى اليوم ونشوف تقلص الكتلة المساندة لرئيس الدولة ونشوف المستقبل والأفاق الاقتصادية والاجتماعية السيئة ونشوف إمكانية الاختلاط السياسي بالاجتماعي بالاقتصاد ونستغرب أن الناس تستطف ضد رئيس الدولة في لحظة من اللحظات خاصة ونظيف كلمك هذا كل يتوقف على ما يمكن أن يحصل يوم 16 يعني إذا يوم 16 الصدام يذهب إلى منتهى ويخرج في الليل سيد الرئيس ويعلن على قرارات تستهدف كينون التتحاد عن تونسي الشغل وقتها هذا سيناريو ويرد هناك الحديث حول التحريك أو استزدار حكم بأبطال المؤتمر معنا إلا كان مش هنا المواجهة والصدام غدوة أنت معناها قدش تلوم على الاتحاد تقول وانت موقفت مع جبات الخلاص طوها وما يخو موقف معناها مبدئي وبعيد ولكن غدوة كتلزله اللخر بكل والرئيس أيضا نبزه كتلزله اللخر في نهاية الأمر المواجهة والصدام عندها آليات عندها حقيقتها عندها ديناميكية متاحها عندها إكرهات في النهار منهارات قلت لك لما يختل القضائي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي وتخنى في مرحلة معناها وناس مخلصات في شهر يمتاحها وصدام كبير في اللخر بكل رأوا الناس تحب ولتكره في اللخر بكل تلموا مع بعضهم ضد معناها شخص معين تحب تقول لأختي تقول باركة وجود والرئيس للاسف لم يفعل إلا أنه تقريبا يشجع الناس الأعداء والخصوم على أنهم يلتقي معناها كأنه يعمل فيها بالعاني كما قلت الحوار هو كان مكره عليه ولكن كنت تنجم تعمل الحوار وانت مكره معناها كان ممكن أنه الحوار يصير بمشاركة الاتحاد ومشاركة المنظمات وفي الأخير بكل تعمل لأن السياسة هو أنك مش تعمل في رأسك لكن تحاول أنك تستجيب لازم تعطي شوية للناس معناها تعمل كل شي كما تحب أنت في كل وقت للنهاية حتى على المستوى الظاهر والمظاهر ينريان فيه لكي يحفظ على الأقل ماء الوجه للعباد يشاركوا معه مثال معناها حتى الناس يشارك معطيتهم حتى إمكانية أنه يبرر نفسه ويخلي مسافة للمستقبل يقول أنه شاركت من أجل كذا وكذا الرئيس قاعد هو نفسه يعزل في روحه هو نفسه بذاته قاعد يزل لا تعرف بشي يصير غدوة بعد شهر أو بعد عام أو بعد استشهور أنه ممكن تخلي الناس تلتقي حول الخصومة ضد الرئيس السؤال أخير أنت واجه به كمال سمحني براهير أنه معاش شفنا تسريب عند ثامر بديدة ثامر عودنا وقت يوري وثيقة تطلع بعد ثابت وصحيح تحدث على وثيقة رسلها رجل الغنوشي إلى رئيس الجمهورية يطلب فيها يعني تحت كفلة ظل وهاتنا بداهم الجديد ونجم ونغلطنا عرش شفتها ولا لا أنا ما شفتاش ما صنعت فيها ثبز وفيدوا الوثيقة يعني وامضاء رجل الغنوشي ومن يبدون كذبوها ليس هذه الاشكال بقية نظر هي تولي احنا في معركة الكل ضد الكل وأعتقد على المدى البعيد على المدى المتوسط الحزاب القديمة بما فيهم النهض إذا ما بدلوش لاجندات متاحهم لكل هم مرشحين إلى تغييرات جوهرية ولا بشين ذثروا أما اليوم الوضع الاجتماعي الاقتصادي خلى أنه ما يقال حول الخطة الثالث والخيار الثالث اللي الرئيس حاربه قال الثالث والرابعة والخامس وتحك منهم تراجع ذوره لأن الاتحاد هو أقوى قوة في البلاد في الأمور الاجتماعية لكن في السياسية التصعيد لا يستفيد منه هو في تقديري أنا في السياسية التصعيد تستفيد منه المعارضة وتستفيد منه جبهة الخلاص اللي قعده داعية إلى سلثة من الوقفات أمام المحاكم ومظاهرات مساندر المحامين والقضاة وترشنو فأحنا مقبلين على مرحلة إذا كان بشتغتصر فقط على الاحتجاجات اجتماعية من طرف الاتحاد واحتجاجات سياسية من طرف الأطراف الأخرى فواضح أنه ثم تبخى لأبراهيم تحلث على تحركات السفيرة الأمريكية لأنه للبارح السفير ألمانيا زار الأمين العام ومعه المشرفة على شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الألمانية وكان أقبلها سفير فرنسا فالسفرات قادة تتحرك وتقابل في كل الأطراف تحركات علنية وسرية مع مبعوثين من الخارج وثم طرف الآخر لم يتحدث عنه ولو لم يتحدث لا جبهة الخلاص لكنه معارضة عبير موسي والحزب المتحر اللي هم المشكلة اليوم أن الصراع المباشر بين الاتحاد وبين رئيس الجمهورية هو أن سميته صراع الصفر سياسة اتحاد كمنظمة اجتماعية نقبية رئيس الدولة لا يتعاطى السياسة بالمفهوم الكلاسيكي وبالتالي وكاننا نسير نحو صدام بين طرفين ليست لهم خلفية سياسية بالمعنى الكلاسيكي هو يضرب عام سياسي لا تفقير هو سياسي بامتياز لكن اليوم غياب الحكمة غياب الوساطة غياب أي معناها محاولة لتقريب وجهة نظر يخليه كأنهم ماشيين إلى سدام ربما ستكون تبعات خطيرة خطيرة هذا ما نتمنى وشو لكن الأغالب بلادنا إن شاء الله لساعة القادمة تخلي صوت العقل والحكم يحضر ونمشي لما فيه خير البلاد والعباد دكتور بن فرج نشكرك برشا كمال مشكور كالعادة إبراهيم ملتقانة غدوة الجمعة من هنا لك الوقت خليكم في وديعة الله